اشتركوا في القناة خمس ساعات في احد المستشفيات الكبرى خارج مصر بعد معاناته من انسداد الشرايين وقال مصدر مقرب من الشرابيني ان الاخير كان يعاني من الام في قدمه خلال الفترة الاخيرة بسبب انسداد الشرايين وهو ما تطلب تدخل جراحي ما هو انسداد شرايين القدم مرض انسداد الشرايين يعني صعوبة نقل الدم الى باقي الجسم مثل الذراعين او الصاقين وقد يتسبب ذلك في ان يصبح المريض اكثر عرضة للاصابة بنو به قلبية او سكتة الدماغية وقد يصل للبطر في النهاية اسباب انسداد شرايين القدم زيادة نسبة الكولي سترول في الدم وتراكمها في الشرايين التقدم في العمر فبعض الاشخاص التي تتخطى اعمارهم اهل خمسين اكثر عرضة لانسداد شرايين الدم في القدم الاصابة بداي السكري زيادة نسبة الدهون ارتفاع الضغط الدم السمنة والبدانة التدخين اعراض انسداد شرايين القدم الام عضلي تقلصات انخفاض تدفق الدم الى ساقيك صعوبة عند المشي او تسلق السللم الام في الارداف والفخذين شعور بالحرقة او التنميل تغير لون الساق ضعف الساق تساقط الشعر بطاء نمول الاظافر صعوبة التئام للجروح او الغروح بالقدم او الاصبع اشتركوا في القناة